تحياتي بهدوء ومن دون مبالغة بمحاولة انه يكسب الاعلام والنجومية قدر له كمودرتش يفرض نفسه بالتأكيد ضمن افضل لاعبي الوسط في تاريخ كورت القدم وجعل من شراء ريال مدريد لإله واليوم اللعب فيه اول مباراة لكرواتيا ايام تاريخية في النادي والمنتخب ورغم انه عمره عدى السبعة وثلاثين ودخل عالثمانية وثلاثين ما زلت تشوف بكل لمسة من لمساته جودة ما ايجا كثير زيها تشوف عنده ثقل في الملعب له قدرة على قلب الامور والناس بتحب تشوفه موسم ورا موسم وما بتتخيل فيه حدا رح ييجي مثله بسرعة عشان هيك لوكا مودرتش هو بطل قصتنا اليوم لوكا مودرتش هو في قصة الجمعة وراح نتكلم عن كيف تكون هذا النجم كيف بلش من طفل لعن ما صار النجم ما في حدا بيعرف كرة قدم ما بيعرفه مودرتش ولد سنة 1985 في احدى قرى مدينة زادار الكرواتية بس عمره ست سنين صار حادث غير حياته للأبد جده اللي كان اسمه لوكا ايضا توفي عن طريق قتله من قبل ميليشيات صربية مؤيدة لنظام الحكم المركزي في يوغزلافيا وكانت وقتها بدايات تطور الحرب الكرواتية من اجل استقلالها عن يوغزلافيا بعد مقتل جد لوكا مودرتش قررت العائلة تلجأ للمدينة نفسها زادار وتبعد عن القرى والارياف وتم اسكانهم كلاجئين في احد الفنادق وهناك بدأت رحلة مودرتش فعليا مع كرة القدم اولى العلم جد لوكا مودرتش توفي في 18 ديسمبر عشان هيك مودرتش كان يحاول يوصر كرواتيا نهائي كأس العالم في قطر لانه النهائي كان سيقام في 18 ديسمبر فكان حال بيخلي الهدية الاعظم في عالم كرة القدم الفوز بالموليديان هي هديته لجده ولوكا في احدى حلقات سلسلة كابتنز بتكلموا بيقول لقد كان الراعي بالنسبة لي لقد كان الحامي وبيكملوا بيقول بتمنى لو كان موجود الآن لكنني اشعر انه في السماء يراقبني فخور بما حققت يشجعني دائما وسرها التعلق هذا انه والد مودرتش كان ميكانيكي وامه كانت تشتغل في مصطع ملسوجات يدوية فكانوا الاثنين يطلعوا الشغل ويخلوا ابنهم لوكا عند الجد حائلة بسيطة قدراتها متواضعة ما كان عندهم حل غير ذلك ويقال انه لوكا مودرتش كان يعيش مع جده في بيت مصنوع من الحجارة يدويا والمؤكد في اكثر من رواية انه كان يرعى بعض الاغنام كل فترة عشان هيك لما قاد كرواتيا لنهاء المونديال 2018 كان كثير عنوان مشهور راعي الغنم لاخد كرواتيا لنهاء العالم بعد ما توفى الجد وانتقلت العيلة لزادار بدأ لوكا مودرتش يلعب كرة قدم كثير عشان يملي وقت فراغه الفترة هذه كانت صعبة جدا على لوكا والده ذهب للجيش القنابل كانت في كل المدن فكانت لعبة كرة القدم هي وسيلته للهروب من الواقع المرير وهو بيشرحه بيقول لما بلشت الحرب اصبحنا لاجئين كان وقت صعب للغاية هناك اشياء في تلك الفترة اتمنى ان لا اتذكرها احد العاملين في منطقة اللاجئين اللي كان فيها لوكا مودرتش بيقول وبمزح بيحكي مودرتش من كتر مكان يلعب كرة قدم ويمشي وقته فيها كسر شبابيك في المباني الموجودة اكثر مما كسرت القنابل وخلال وجود مودرتش في مخيم اللاجئين ذلك شافوا شخص مهم جدا رئيس قطاع الناشئين في نادي زادار واسمه تومسلاف بازيتش اعجب بقدرته بالتحكم بالكرة ورغم انه مودرتش كان صغير قرر يضمه للنادي بازيتش بيشرحه بيقول اسرد مودرتش كانت فقيرة جدا ما كان عندهم قدرة يشتروله تي شيرت وشورت يلعب فيه ولا واقيات اقدام لمستوى اني انا رحت اعملت له واقي خشبي وعطيته اياه هناك ظهر اسم اخر مهم جدا في صناعة اسطورة لوكا مودرتش هذا مدربه في قطاع الناشئين واسمه ميسكو بانوفيتش بيقول انا دربت مودرتش من لما كان عمره ثمانية ل11 سنة كانت موهبته حقيقية جدا وبحكي كنت لما ادرب الولاد الصغار اضطر عيد التمرين اكتر من مرة عشان يستوعبوه مودرتش كان من اول مرة يطبقه كأنه الموضوع فطري عنده وبأكدوا بحكي من اول ما شفت مودرتش كيف بيركض ويتحكم بالكرة وقلت لهم هذا اخرته في ريال مدريد او برشلونة بعد ست سنوات مع زادار قرر مودرتش يختبر نفسه في مستوى اعلى فتم اختباره في نادي اسمه هايدوكسبلين لكنهم رفضوه وقالوا جسمك ضئيل كانت ضربة كبرى لمعنويات مودرتش لكن مدربه باسيتش ما قبل ذلك ابدا ورفع التليفون عنها لدينا مزاجرب قال لهم انا عندي موهب حقيقية انتو شو بتعملوا تحعلوا ضموه وفعليا مودرتش لما صار عمره 15 انضم لهم وهون مودرتش خضع لتجربة اخرى تخليه ينضج بشكل اسرع بعد تجربة الحرب الا وهي تجربة الغربة وهو صغير وعمره 15 سنة لما انتقل من زادار لزاقرب كان معناها كان لازم يروح يعيش في العاصمة الكرواتية بدون اهله لوحده وهناك انتقل للعيش مع لاعبين اخرين في شقة واحدة واللي كانوا يلعبوا معاه في قطاع الناشئين وبرووا بيأكدوا من الاول ما شفناه كيف بتصرف في البيت اعرفنا انه ما كان ذكي بس في الملعب كان ذكي في حياته كان اكبر من عمره ديزي ذيتش بيأكدوا بيقول مودرتش كان بيحكي لنا دائما عن قصص الحرب وكان دائما بيشعر بالحزر هو برويها بس بدايات مودرتش معدنا مزاجرب ما كانت سعيدة ويبدو انه بداياته بشكل عام مع كل الاندية ما كانت سعيدة ورح تعرفوا ليش قلال القصة بدأوا المدربين في ديناموزاجرب يتسألوا هل هذا الناشئ له امل يضل معنا ولا نخلص منه نودي على نادي اصغر بس ادارة ديناموزاجرب كانت مؤمنة برؤيتها ووقعت معه عام 2003 عقد طويل الامد ثم تمت اعارته لفريق اسمه زرنسكي موستار في البوسنا وسبب الاعارة انه كان مودرتش مطالب انه يخدم عسكريا هناك وعمره 18 سنة فاز لوكا مودرتش بجائزة لاعب العام في البوسنا وبيروي عن تلك التجربة بيقول انها جهزته فعلا وبكمل وبيحكي اي حدا بيعرف يلعب في الدور البوسني حينجح في اي دوري اخر والسبب انه الدور البوسني دوري فيه كتير قوة بدنية واحتكاكات مستمرة شي بيخليك ما تعرف تلعب كرة الا اذا انت قوي فعلا ثم في عام 2004 فاز لوكا مودرتش بجائزة الامل وهي جائزة افضل لاعب شاب في كرواتيا ظلوا المدربين الفنيين في ديناموزاقرب متشككين فيه فرجعوا اعاروه هذه المرة لنالي كرواتي وكانت وجهتها المرة فريق اسمه انتر زابريسيش وهناك عمل مودرتش مفاجأة كبرى قعدهم للمركز الثاني في حين ديناموزاقرب كان في المركز السابع فعشان هيك كان طبيعي يرجع لفريقه الاصلي ويتقلق معهم بعد ما لغى الشك ووراهم مين هو وعلى طول ما عاودتوا وقعوا معاديناموزاقرب عقد جديد افضل ماديا واول شي عملوا بعد العقد اشترى لأسرته شقة في زادار تأثير مودرتش كان سريع ديناموزاقرب بفوز بالدوري ثلاث سنوات وربعة 2005-2006-2006-2007-2007-2008 وفي موسم 2006-2007 كان افضل لاعب في الدوري اداء مودرتش في كرواتيا بلشت تطلع اخباره الجميع بتكلم عن موهب خارقة في كرواتيا البعض يوصفه بكرويف الجديد هون نادي توتنهام تحرك بسرعة بتوجيهات من مدربه الاسباني انا ذاك اخوان دي راموس ليتعاقدوا معاه في 2008 وفعليا ما تعاقدوا معاه بالصيف بل تعاقدوا معاه في شهر ابريل نيسان قبل ما نوصل السوق الصيفية ودفعوا عشانه 16.5 مليون باوند ليكون اغلى لاعب في تاريخ توتنهام انا ذاك وادارة توتنهام كانت ذاكية جدا انها تعاقدت معه قبل اليورو اللي كان هيقام في المانيا والنمسا يورو 2008 حسموها في ابريل لانهم كانوا عارفين انه حيتقلق في اليورو حيغلى سعره ويزيد المهتمين فيه وبالاحرى برشلونة كان بلش اهتمامه فيه وبالدوية واكيد لو تنافس برشلونة وتوتنهام على لاعب حيفوز في برشلونة بسهولة في سنة 2008 وبفارق ساحق واهتمام برشلونة بمودرتش كان حقيقي لمستوى انه فيه تصريح لمودرتش لموندو دي بورتيفو بتكلم فيه انه اه انا بحب العب مع برشلونة اتمنى ذلك وهذا طبيعي للاعب بلعب بديناموز اقرب او توتنهام يتمنى يوما ما يكون في برشلونة او ريال مدريد جاء اليورو بهر مودرتش فتقلق فعرفوا الناس انه توتنهام عرف يصيد كنز كبير في الدور الاول في اليورو كرواتيا ارعبت الجميع فازت في كل مبارياتها بما فيها مباراة على المانيا لكنها خرجت امام كرواتيا في دور الثمانية بمباراة حزينة جدا للوكا مودرتش وهذه المباراة حزينة ومؤلمة لمودرتش بسبب السيناريو اللي عاشه في الدقيقة 119 لوكا مودرتش بيخطف كرة من امام الحارس التركي وبحرف عرضية وبيصنع الهدف الاول لكرواتيا كان يبدو انه هدف الفوز لكن في الحقيقة ابدا ما كان لانه التركي سميح سانتروك احد اهم نجوم البطولة في الدقيقة 122 بيرسر صاروخ في شباك كرواتيا وبيفرض التعادل ثم خسرت كرواتيا ركلات الترجيع وكانت اول ركلة بيسددها وبيضيحها لوكا مودرتش عشان هيك هي مباراة مؤلمة جدا لمودرتش كانت لحظة انتصار فرقت دقيقتين ثلاثة اصبحت انكسار مع توتنهام ارتدى مودرتش رقم 14 وسألوا ليش؟ قالهم لاني بحب يوهاني كرويف وزي ما قلت هو كان يوصف بكرويف الجديد في موسمه الاخير مع كرواتيا لانه جسمه نحيل مثله مهارته موهبته طبيعية جميلة راقية هادية مثله ومرة ثانية ع طريقة بدايته مع ديناموزاقرب بداية مودرتش مع توتنهام ما بتكون تمام وبتعرض للانتقادات وبنصاب بركبته والبعض بدأ يشكك بهاي الصفقة لكن مودرتش بقوة شخصية رده قال النقد يدفعك الى الامام بعض الاحيان تحاول ان تقدم افضل ما لديك لتثبت للناس انهم مخطئون قد ابدو خفيف الوزن لكنني قوي عقليا وجسديا ولا اواجه مشكلة في حجمي وفعليا مشكلة مودرتش ما كانت بحجمه ولا لانه ضعيف كانت مشكلته انه بلعبوه برقم 10 مساحة ضيقة كانت متحائلة ويتحرك فيها بس لما وصل هاري ردناب بركز مودرتش يتأخر شوي صار يلعب على الجهة اليسرى في الوسط بجانب المحور او امامه قليلا ومعت اقلم مودرتش على دوري الانجليزي والمكان اللي بيعطيه مساحة اكبر للعب طلع هاري ردناب بتصريح مهم مودرتش بقدر يلعب مع اي فريق من التوب فور في انجلترا وفي مايو 2010 لما كانت عدة اندي بتحاول تتعاقد معاه قرر مودرتش يجدد عقده مع توتنهام شكرا الهم وقال في اندي كبير بتهتم فيه بس انا مش مهتم بالرحيل توتنهام اعطاني الفرصة عشان ابرهن عقدراتي تألق مودرتش استمر في الموسم اللي بعده وكل مباراك كانت تظهر انه هاللاعب مش عادي فوصفوا ردناب بالسحر والمذهل ثم كمل وصفه اله وقال بناذيق المناطق يمكن ان يخلق لك خطورة وفي موسم 2010-2011 كان مودرتش افضل لاعب بتوتنهام بلا منازع لمستوى انه فريكسون وصفه بلاعب الموسم بس في صيف 2011 صارت مشاكل بين مودرتش وتوتنهام كان في وعد له في بدايات موسم 2010 انه يا مودرتش اذا جاء عرض مناسب حنبيعك بس ثانيا الليذي ما التزم كثير بكلمته فعندما جاء عرض تشلسي الاول رفضوا العرض كانت 22 مليون باوند ونص وهذا رقم كبير وقتها فرفعوه بعدها تشلسي ل 27 مليون باوند كانوا بدهم اياه يكون اول صفقة لفلاسب وعس اللي جاي من بورتو ايضا رفضوه ومع بداية الموسم لعب توتنهام مع مان يوناتي تخسر بثلاثية نظيفة فكان في تصريح شهير لمودرتش وقتها قال لك انا عقلي مش في الملعب وكان واضح قصده ان انا مشتت لاني بده روحة تشلسي وتوتنهام منعيني فتشلسي تقدم بعرض اكبر واكبر 40 مليون باوند رجعت وتنهام رفضهم لانه كانت وتنهام بده مودرتش يقوده مرة ثاني للتوب فور وبده مودرتش يتأهل معه ويتقلق في اوروبا وهذا الرفض فعليا الحرم مودرتش من لقب دوري ابطال اوروبا 11-12 اللي فاز فيه تشلسي زي ما بنعرف على بايرم يونيخ وعملنا له قصة جمعة بعدها هاري ردناب اجتمع مع مودرتش وطلب منه يركز مع الفريق وذكره عندك يورو 2012 لبلادك ركز وبالفين وطنعش منتفهم وفعليا مودرتش قدر يرجع يركز وينجح بشكل كبير في موسم 2011-2012 ثم جاء عرض ريال مدريد في صيف 2012 اللي حسم الامور عرض ريال مدريد كان يقارب 30 مليون باوند توتنهام حاول يماطل او حاول ربما لا يبيع مودرتش مرة ثانية بس لوكا بالنسبة له لو يجي يقعد مع نفسه حيقول تشلسي ممكن يتعوض ريال مدريد ما رح يرجع مرة ثانية فعشان هيك تمرد لوكا وما عاد للمعسكر الاستعدادي للفريق وفي النهاية خبعت ادارة توتنهام لرغبة مودرتش وسمحوا له بالذهاب الى ريال مدريد او لوكا هو بيطلع حكى تصريحات جميلة بحق نادي توتنهام تصريحات بتشبه تصريحات هاري كلين هو رايع بايرم يوني قل لك اربع سنين جميلة حضيت فيها بالمشاعر وحضيت ايضا بحب الجمهور بس في لحظة ما عليك ان تتقدم من الامام وتحاول توصل لشي اعلى وبدرتش وصل ريال مدريد وكا عادته بدايته ما كانت سهلة اول اربع مباريات له مع ريال مدريد ولا واحدة فيهم كمل اكثر من ساعة لعب بل انه في الجولة الثانية امام اشبيليا كان احتياط لمسعود اوزيل ونزل في الشوط الثاني واول ما تم توظيفه في البدايات ضمن خطة 4231 في المركز رقم 10 اللي هو ما بفضله وتحول للاعب اساسي بعد ذلك لكن زادت المشاكل كثير بين جوزي مورينيو كازياس راموس والتوتر الكبير اللي كان داخلي على المدريد فاللاعبين والنادي والجميع فقدوا تركيزهم على اللعب وبنى شو يحكوا بقضايا ما الها علاقة بكرة القدم ووصلت الامور انه مودريتش ما بين الجولة 11 و20 يكون احتياطي لكن بعدها في عصر جوزي مورينيو من الجولة 20 لنهاية الموسم كان اساسي ولانه في نهاية مرحلة الذهاب برشلونة تقريبا كان حاسم الدوري ريال مدريد كان بعيد عنهم لما اجت صحيفة ماركة تعمل عن الصفقات اللي خيبت الظن قالت لك مورينيو بحب مودريتش واحنا ما بنحب مورينيو مودريتش مع فريق مش عامل كويس اذا مودريتش من اسوأ الصفقات هذا الموسم واستشهدوا وقالوا انه ريال مدريت جاب له كان بطل الدوري في 2011-2012 معا ريال مدريت خسر الدوري بسرعة لكن مورينيو ظلوا مصمم مع مودريتش وما تنازل ابدا لمستوى انه في اواخر الموسم في اخر موسم لمورينيو 2012-2013 في الجولة 36 تحديدا رصدت الكاميرا مورينيو بيقول لمودريتش بعد احدى المباريات وبيصخر من ماركة بيقول له والله انك صفقة فاشلة انت تلعب بلا اخطأ ثم وصل صحيفة ماركة وقتها باعداء النجاح وصل كارلو انشلوتي وتحول ريال مدريت لاربع ثلاث ثلاث مع وصول جارث بيل ووضع لوكا مودريتش في المكان اللي بحبه لاعب وسط محور خلفه وسط متأخر وعنده مساحة كبيرة للعب وشوي شوي زاد تأثير مودريتش الرهيب وبلنش يبين انه قطعة ثمينة ما في مثلها بكرت القدم اللي جليل وهو كان صاحب ركنية العاشرة اللي سجلها راموس في اتلتكو مدريت في نهاية 2014 كما انه في نصف نهائي امام بايرام يونيخ في بقاء الاياب كان صاحب صناعة الهدف الاول لراموس في شيباك بايرام يونيخ بقيادة جوارديولا وفي نسخة 2016-2017 كان صانع الهدف الحاسم الثالث لريال مدريد على يوفنتوس في نهاية كاردف وعشان تعرف اهميته هو لعب كل دقيقة من الدقائق النهائية في نهائيات دوري ابطال اوروبا الخمسة اللي حققها ما في مدرب فكري طلعوه لاعب بارقامه بانجازاته بتأثيره اللي بتشوفه بالملعب فرض نفسه ضمن قائمة افضل لاعبي الوسط في التاريخ بلا منازع مع ريال مدريد عرفناه بالارقام والانجازات والسلسلة الاوروبية اللي لا منتهية ثلاثة دوري ابطال اوروبا ورا بعض لكن احد اهم انجازاته انه كسر هيمنت ميسي ورونالدو على الكرة الذهبية كانوا مسيطرين عليها عشر سنين ورا بعض لكنه بعد ما قاد كرواتيا للمعجزة كراوية بالوصول لنهائي كأس العالم 2018 فاز بالكرة الذهبية على حساب ليوني وكريستيانو وبالاثنين وعشرين رجع كرر انجاز كرواتيا مهم ووصلهم لنصف نهائي كأس العالم وفازوا بالبرونزية ليكون في عصره عصر كرواتيا الذهبي وفي عصره عصر ريال مدريد الذهبي الجديد بعد عصر تيستيفانو القديم فكان نجاحه الدولي مذهل مثل نجاحه مع النادي ولما مودريتش فاز بالكرة الذهبية ما تكلم عن نفسه بقدر ما تكلم عن لاعبين المهمين في تاريخ اللعبة ما فازوا بالكرة الذهبية بعصر ميسي ورونالدو وقال بهدي هاد الجائزة للاعبين ما فازوا فيها وكانوا يستحقوها في السنوات الاخيرة ثم ذكر اسماء مهمة في خط الوسط مثل تشابي ونيستا وشنايدل ومن اسرار استمرار مودريتش الطويل ومهارته الرائعة انه مهتم بجسده منذ الطفول اللاعب فاهم انه جسمه هو اهم من قدمه وفي موسم 2017-2018 طلعت اخبار انه لوكا مودريتش رجع نازل وزنه 2 كيلو عن اللي ترك فيه الفريق من كتر ما كان يتدرب بالصيف ويقال انه مودريتش لما كان ناشئ كان يتدرب تدريبات خاصة عشان يقوي جسده وعشان ما يسقط بسهولة اثناء الاتحابات والاحتكاكات وهذا الشغل الكتير اللي عمله ع حاله هو صغير جاءت نتيجته بوضوح لما صار كبير وهذا اللي خلاه بالتأكيد افضل لاعب في تاريخ كرواتيا وخلا كتير ناس يوصفوه بافضل لاعب في تاريخ اوروبا الشرقية كلها ربما ينافسوا هناك بوشكش لكن في نظر الناس اللي عايشين الان ما بيعرفوا بوشكش وما بين 2007-2022 فاز بجائزة افضل لاعب كرواتي 11 مرة من اصل 15 وللعلم هو ايضا الرمز من رموز الاستمرارية في كرة القدم بنتكلم عن لاعب ظهر في كأس العالم وكأس اوروبا في ثلاث عقود مختلفة كأس العالم 2006-2014-2018-22 اثلاث عقود ايضا ظهر في كأس اوروبا بثلاث عقود مختلفة 2008-2012-2016-2020 استمرارية واضحة انجازات واضحة تأثير واضح بتخلي مودريتش بلا شك احد معجزات خط الوسط في تاريخ كرة القدم نوصل هون لنهاية قصة الجمعة كنت معكم انا محمد عواد موجود فيسبوك تويتر انستجرام وتيك توك والسلام عليكم ورحمة الله